وحول هذا الموضوع معنا في استوديو مركز الأخبار الدكتور محمد أنبارك بن أحمد الكاتب والمخلل السياسي دكتور محمد بعد التحية خبر رحيل الشيخ خليفة بن زايد النهيان رحمه الله تعالى يعني أثر بشكل كبير على مواطني مملكة البحرين أنت ككاتب ومخلل سياسي كيف تلقيتم هذا الخبر بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البداية نتقدم بأحر معاني التعازي والمواسع إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى شعب مملكة البحرين وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها الرشيدة بالتعازي والمواسع بهذه المناسبة وهذا المصاب الجلل طبعا هذا الخبر كان فاجعة على شعوب منطقة الخليج والوطن العربي والأمة الإسلامية والتعازي في الواقع تمتد إلى العالم بأسره لأن ما يربط في الواقع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين هو أكثر من مجرد علاقات سياسية وستراتيجية ما يربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة هو تاريخ طويل جدا من صلة الرحم والقربة والنسب والعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجعل من البلدين بلدا واحدا ومن الشعبين شعبا واحدا وفي واقع الأمر أن المرحوم والمغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألن هيان يعني أعماله وأفعاله وكلماته تحضر أمامنا اليوم ونحن نستذكر كل ما قام به في سبيل وحدة الأمة العربية وفي سبيل توحيد كلمة الخليج وفي سبيل مختلف القضايا الإنسانية على مستوى العالم فهو عمل رحمه الله تعالى على توظيف كل مقدرات الإمارات واستثمارها لمصلحة المواطن الإمارات أولا ودفع الإمارات لتكون في مصاف الدول المتقدمة وعمل رحمه الله على أن تكون علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة مع جيرانها في أعلى المستويات ورسخ رحمه الله العلاقات مع مملكة البحرين بشكل كبير جدا لذلك نجد اليوم العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة لذلك هذا المصاب الجلل في الواقع ينعكس علينا كبيرا في مملكة البحرين فالتعازي ليست رسمية وإنما هي تعازي في وفاة أحد أبناء هذا البيت وأحد أهل هذا البيت فمملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة هم بلد واحد والشعبين شعب واحد ولذلك فإن شعب مملكة البحرين يشاطر شقيقه شعب دولة الإمارات العربية المتحدة يعني أحاسيس الحزن وعلى فراق سموه رحمه الله رحمة الله عليه بلا شك دكتور محمد لا شك أنه رحيل قائد عربي بمكانة صاحب سموه الشيخ خليفة بن زايد النهيان له وقع كبير على الساحة الدولية برأيك كيف استقبل المجتمع العربي والدولي خبر رحيل الشيخ خليفة بن زايد في الواقع كان من الملاحظ جدا وحتى هذه الساعة التفاعل الدولي الكبير جدا مع إعلان هذا الخبر ليس فقط على مستوى القادة السياسيين بل حتى على مستوى الأفراد وكنت في الواقع تابع ما ينشر وما يكتب في الصحافة الإلكترونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل دولي الكثير من المواطنين والمقيمين ومن تربطهم علاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومن سمعوا وعرفوا عن إنجازاتها يتحدثون اليوم بأسة وحزن كبيرين على هذا الخبر لأن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة حكيمة سارت على خطى الوالد المؤسس الأمير الراحل الشيخ زايد بن سلطان ألنهيان رحمة الله عليه وضعت أنموذجاً دولياً يحتذا فيه في التسامح في التعايش في قبول الآخر في دفع المجتمع نحو التنمية المستدامة وفي الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في مختلف المناحي سواء المناحي التعليمية أو المناحي الصحية أو المناحي العسكرية والأمنية إلى أن وصلت دولة الإمارات العربية المتحدة بعزم وعمل أبنائها إلى مرحلة غزو الفضاء كل هذه الإنجازات التي تحققت في دولة الإمارات العربية المتحدة طبعاً أساسها وجود قيادة حكيمة رشيدة تأخذ من مصلحة الوطن ومصلحة المواطنين مرتكزاً أساسياً لذلك اليوم التعاطي دولياً مع هذا الخبر ومع هذا المصاب الجلل هو على مستوى ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات لذلك نجد اليوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة تستقطب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم تستقطب الاستثمارات من كل أنحاء العالم هي دولة يضرب فيها المثل في السلام وفي التعايش وفي السكينة ولذلك الكل يوم يتحدث عن هذا المصاب الجلل باعتباره مصابا شخصيا وخسارة للعالم ولكن في الوقت نفسه لا بد أن نشيره لا إلى أن التنمية والتطور والعمران والاستثمار في المواطن الإماراتي والاستثمار في مصلحة الإمارات هو طبعا مسار سوف تستمر عليه دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل وجود ميادة حكيمة واعدة تأخذ في عين الاعتبار كل ما من مصلحته كل ما من مصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة ومصلحة المواطن الإماراتي ومصلحة شعوب دول الخليج والمنطقة العربية والعالم بأسره نعم بلا شك ستظل ذكرى الفقيد الشيخ خليفة بن زايد الأنهيان شاهد على مر التاريخ بوجود أكبر برج في العالم يحمل اسم الفقيد الشيخ خليفة بن زايد الأنهيان رحمة الله عليه الدكتور محمد مبارك بن أحمد الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار الخاصة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد شكرا جزيلا لك